قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين صلواته الله وسلامه عليه وعلى من تبيه هديه وصل على نهجه إلى يوم الدين أما بعد الصورة الممتحنة أو الممتحنة الممتحنة اسم مفعول من امتحن وغير ثلاثي فيكون اسم مفعول له الممتحنة والمقصود بذلك المرأة التي تمتحن في هذه الصورة وهي المهاجرة التي هاجرت فأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يمتحنها إن كانت خرجت هجرة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ورغبة فيه من عند الله أو أنها خرجت لرغبة عن زوج أو لطلب دنيا أو حاجة فمن هذا الباب فيطلق على الصورة صورة الممتحنة باعتبار المرأة التي تمتحن في حالة هجرتها يعني تختبر أو الممتحنة هو يسم فاعل في هذه الحالة أي الصورة التي فيها الامتحان أي الصورة التي فيها الامتحان إذا نستطيع أن نسمي هذه الصورة صورة الممتحنة وصورة الممتحنة فالممتحنة باعتبار المرأة التي تمتحن أي تختبر أنها هجرت لله عز وجل وليس طمعا في شيء من الدنيا أو رغبة عن زوج يعني كرها لزوج أو الممتحنة بالكس يعني اسم فاعل أي الصورة التي فيها الامتحان وهي صورة مدنية هي بالاتفاق وهي صورة مدنية بالاتفاق وآياتها تشعر كذلك بأنها فيها نوع من التأخر لأن صلح الحديبية كان سنة يعني بين السادسة والسابعة نعم وهذه في هذه الصورة أيضا متعلقة ببند من بنود هذا الصلح وهو ما اتفق عليه النبي والسلام أنه إذا جاءه رجل من المشركين إذا جاءه رجل من يعني يا قريش أحد من قريش رده نعم وإذا جاءه منه إذا جاءه منه أحد لا يردوه فهل ينتقل فهنا القرآن هنا خصص السنة فخصص الصلح الحديبية فقط بالرجال وليس بالنساء على أحد قولي أهل العلم إذن هي صورة مدنية بالاتفاق لأنها متأخرة عن صلح الحديبية افتتح الله جل على هذه الصورة الكريمة فقال عز وجل عوض بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيل وبتراء مرضاتي تسرفون إليهم بالمودة وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيْلِ دائما أسباب النزول تعينك على فهم السورة والإحاطة بأسباب النزول من أعظم أسباب فهم القرآن فالسبب نزول هذه السورة وهي قصة حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه ذاك المهاجري البدري يعني الذي شهد بدرا وقصة حاطب ابن أبي بلتعة مذكورة في الصريحين وفي غير الصريحين ومفاد هذه القصة أنه كان لحاطب رضي الله عنه قربات في قريش ولم يكن رجلا من قريش وكان من المهاجرين ولم يكن من قريش أنفسهم وإنما كان ملسقا بهم يعني لم يكن رجلا من قريش وكان من مع النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين لهم قربات يحمون ما خلفوه وراءهم ولم يكن لحاطب رضي الله عنه قربات يحمون ما تركهم من أهل ومن ولد ومن أموال فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغزو أهل مكة لما نقضوه من العهد الذي كان بينهم ويدلك على قصة متأخرة جدا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أخبره بعزم النبي صلى الله عليه وسلم على المسير إليهم ولم يكن فعل ذلك رغبة عن الإسلام ولا ارتدادا عنه ولا رضب الكفر بعد الإسلام وإنما أراد أن يكون له يد عند قريش فيحمي بها ما خلفه من أهل ومن مال ومن مثل ذلك فأعلم الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بهذا وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم عليا والزبيع والمقداد وقال انطلقوا حتى تأتي روضة خاخ على الطريق لأن كان حاطب أعطى الخطاب ده لمرأة مسافرة إلى مكة فلما جاء الوحي وعلم النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل عليا والزبيع والمقداد وقال انطلقوا حتى تأتي روضة خاخ فإن بها ضعينة معها رسالة وأمرهم أن يأتوا بهذه رسالة فانطلقوا تتعادى بهم الخيل حتى أتوا روضة خاخ هذه فإذا فعلا الضعينة التي أخبار معنا النبي صلى الله عليه وسلم المرأة فقال لها لا تعطينا فسألوها أن تعطيهم الخطاب فنفت المرأة فقال إما أن تعطينا أو لا تلقينا سياب فخرجته المرأة من عفاصها يعني من عقاصها اللي هو مجتمع الشعر فلما جاءوا بهن إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا بهن من حاطب ابن أبي بلتاعه إلى بعض قريش يخبرهم بمسيح النبي صلى الله عليه وسلم أنني كنت مرأة ملصقة لقريش وليس من قريش أنفسهم وكان من معك من المهاجرين لهم قربات يحمون بها ما خلفوا أهلهم وأموالهم فأردت أن تكون لي يد عندهم أحمي بها قربتي أحمي بها أهلي وما طلبت من مال محبوزانك فالنبي عليه وسلم قال أما إنه قد صدقكم وقبل النبي صلى الله عليه وسلم منه عزوه فقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق فقال لا وما يدريك يا عمر أن الله قد اطلع إلى أهل بدر فقالوا أعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم فبين له النبي صلى الله عليه وسلم بأن فعل حاطب هذا مع كونه كبيرة جدا مصيبة كبيرة إلا أن الله جل وعلا لأنه بدري فغفر الله عز وجل لأهل بدر أعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم صلى الله جل وعلا أن يغفر لنا ولكم ونزلت هذه الصور ونزلت هذه الصور والسؤال هنا كيف قبل النبي صلى الله عليه وسلم عند الموضوع كبير أخيانا أمر كبير ففي قول الله عز وجل لا يتخذ لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقى ويحذركم الله نفسه ويحذركم الله نفسه فهنا إلا أن تتقوا منهم تقى هو الذي أراد حاطب رضي الله عنه أن يتقي قريش بذلك أن يتقي قريشا بذلك ومن هنا قبل النبي صلى الله عليه وسلم عزوه في هذا وأيضا لأنه بدري والله جل وعلا علمتم شأن الله عز وجل مع أهل بدري فنزلت هذه الصورة يا أيها الذين أمنوا لذلك الخطب هنا يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء وإحنا اتفقنا قبلا أن الخطب هنا يا أيها الذين أمنوا متى خاطب الله جل والعبادة وبذلك فينبغي على كل مؤمن أن يعني يرعي أذنه وسمعه وقلبه لهذا الخطب لأن هذا من مقتضيات الإيمان لأن هذا الذي سيأمر به من مقتضيات الإيمان وذلك سبق الله جل إلى أيها الذين أمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء وهذا شامل لكل من برز الله عز وجل بالعداوة أو عاد دينه أو عاد يعني رسوله صلى الله عليه وسلم أو عاد أولياء وهذا أيضا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء وهو ذكر أن العدوة فقط كل من عاد الله جل وعليه سيعاد المؤمنين لأن المؤمنين أولياء لله جل وعليه عدوي وعدوكم أولياء والأولياء جمع ولي والولي المحب والناصر والمتابع تميلون إليهم وتحبونهم يعني تودونهم يكون بينكم وبينهم مودة ومحبة وهذا ينافي الإيمان لأن الله جل وعليه يقول لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشرتهم وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنهم منهم وذي من أشد الآيات التي تحذر من مؤلات الكفار مؤلاتهم تعني مودتهم محبتهم مناصرتهم متابعتهم الميل إليهم ولا تركانوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار ومن يتولهم منكم فإنه منهم من تولى اليهود السلف كانوا في السرون من تولى اليهود فهو يهودي أمن تولى النصارى فهو نصراني لأن الله جل على حكم ذلك ومن يتولهم منكم فإنه منهم لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة يعني تخضون إليهم بالمودة بالود والحب وقد كفروا بما جاءكم من الحق وهذا فيه نوع من التوبيغ كيف تلقي المودة لرجل أو لجماعة أو لأناس كفروا بما أرسل الله عز وجل به نبيه صلى الله عليه وسلم من الحق والوحي المنزل من السماء من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وزيادة في يعني في يعني في إبعاد المؤمنين عن هؤلاء يخرجون الرسول وإياكم يعني هم قد أخرجوا الرسول صلى الله عليه وسلم من 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 مكة أخرجوا يخرجون الرسول وإياكم هاجرتم الهجرة الأولى إلى الحبشة والهجرة الثانية إلى المدينة هربا من هؤلاء ومن عنة هؤلاء فكيف تتخذوهم أولياء بعد ذلك يخرجون الرسول وإياكم وهذا شأن الكفار المحاربين دائما وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العيز الحميد إذا قال أن تؤمنوا بالله ربكم هم أخرجوكم لماذا لإيمانكم بالله ربكم والتعبير هنا بالله أن تؤمنوا بالله ربكم أي لأجل إيمانكم بالله ربكم والجمع بين لفظ الجلالة ولفظ الربوبية لأن الرب الذي يربي عباده بصنوف النعم هو الذي يستحق أن يعبد دون ما سواه ولذلك توحيد الربوبية مستلزم ليه مستلزم لتوحيد الألوهية يعني يستلزمه ولذلك رأيت الله سبحانه وتعالى ولين سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولون الله طبعاً إذا اعترفت لله بالربوبية فلماذا لا تفهده بالألوهية والوحدانية أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خراجتم جهاداً في سبيلي وابتغاء مرضاتي هنا في الشرط الجواب محذوف دل عليه السياق يعني إن كنتم خراجتم كنتم صادقين في خروجكم وهجرتكم جهاداً في سبيلي وابتغاء مرضاتي طلب لمرضاتي فلا تتخذوهم أولياء وطريقة القرآن القرآن نزل بلغة العرب ومن أنواع البلاغة الإجاز بالحذف فكل ما كان العرب من طريقة العرب كل ما كان معلوماً يحذف حتى ليكون هناك حتى ليكون هناك تكرار فلذلك إن كنتم خراجتم جهاداً في سبيلي وابتغاء مرضاتي ده فعل الشرط جوابوا من السياق فلا تتخذوهم أولياء تسرون إليهم بالمودة تسرون إليهم كما فعل حاطب هذا فيه نوع من المودة تسرون إليهم بالمودة في السر وأن أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم الله عز وجل عالم بالسرائر وبما هو مكنون في الضمائر وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم في هذا فيه تهديد للمؤمنين سيقول ذلك قال الله وعلا وعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا يعني كل ما كان مخفيا في نفسك فهو باديا بين يدي الله عز وجل وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم سواء سواء منكم من أصر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار كل الناس في علم الله جل وعلا على السواء يعني تلفزت أو أخفيت أو سرت في الليل أو سرت في النهار في الطريق فكل أنت في علم الله كل هذا في علم الله جل وعلا على السواء وأنا أعلم مما أخفيتم وما أعلنتم وفي هذا فيه تهديد من الله جل وعلا ألا تضم ما سوء أن قط لأن الله جل وعلا مطالع عليك وعلى قلبك ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل ومن يفعل هذا بعد كل هذا البيان وما جاءكم من الحق ومن الهدى ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل ضل السبيل المستقيم سواء السبيل السبيل المستقيم الواضح الذي لعو جاج فيه وهذا فيه يعني بيان عظيم لهذا الأصل العظيم من أصول هذا دين وأصل الولاء والبراء الولاء لله ولرسول صلى الله صلى الله ولمؤمنين والبراء من الشرك ومن الكافرين ومن كل حزب يعادي دين الله عز وجل ويعادي شهيعته ويعادي أولياءه ثم شرع الله عز وجل يبين لهم الحكم العالية في هذا التشريع الذي شرعه وهو البراءة من الكافرين ويبين بأن فعل ويوبخ من فعل مثل فعل حاطب رضي الله عنه بالسبب أنه يظن أنه بذلك يكون له يد عند هؤلاء فقال إي يسقفوكم إي يسقفوكم يعني إي يظفروا بكم ويتغلبوا عليكم إي يسقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وهذا حال الكفاء المحاربين متى ظفروا بكم وغلبوكم نعم كانوا لكم أعداء ولم تكن لكم عندهم يد أبدا ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وبسط اليد واللسان بالسوء معناه أنه ليس مجرد الأذى بالقول لا هذا الأذى بالقول مع الفعل ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وليس هذا فقط وودوا لو تكفوون هم مع عدواتهم هذه وأذاهم للمسلمين ها ودوا لو تكفوون ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا شكت هنا إذن القتال لكفار دائما ليس فقط الاستلاء على أرض المسلمين ولا على مقدرات المسلمين لا حتى يخرجوهم وودوا لو تكفوون ثم بيّن الله سبحانه وتعالى أنه ليس هناك شيء في الدنيا يدفع العبد لمثل هذا حتى لو كان ولدا أو زوجة أو أهلا أو مالا لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم يعني الذي أنت سعيت من أجله لفعل ذلك هم لن ينفعونكم لا الأرحامة تنفعك القربات ولا الأولاد لماذا؟ يوم القيامة يفصل بينكم يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل مرء منهم يومئذ شأن يغنيه يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير الله عز وجل بصير بأعمالكم مطلع عليها لا يخفى عليه من أعمالكم شيء قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه بعد هذا الإرشاد والتوضيح لماذا شرع الله عز وجل للمولاة الكافرين لأنهم أعداء لنا ومتى زفروا بنا لم نسلم من أزاهم من أزا أيديهم وألسنتهم وهم يودون كفرنا وخروجنا عن الدين نعم فهنا شرع الله يبين لنا الأسوة الحقيقية التي ينبغي أن نتأسى بها قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين آمنوا معه وإبراهيم عليه الصلاة والسلام أبو الأنبياء صلى الله عليه صلى الله عليه وعلى نبينا وعلى أبيه وسلم تسليما كثير أبو الأنبياء وإمام الحنفاء إن إبراهيم كان أمة أمة إماما يغتد به أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اشتباه وهداه إلى صورة المستقيم قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين آمنوا معه في إبراهيم والذين معه استغفر الله في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إن براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدى بيننا وبينكم العدوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده هنا الأسوة الحسنة فيما فعله إبراهيم عليه السلام لما وجد قومه على الكف قد كانت لك الأسوة الحسنة في إبراهيم والذين معه في أتباعه من المؤمنين إذ قالوا لقومهم ممن ثبتوا على الكف وعلى معادات الله عز وجل ومعادات دينه والخروج عن توحيده إذ قالوا لقومهم إن براء منكم البراء بمعنى التبرق والمباعدة والمفاصلة إن براء منكم ومما تعبدون من دون الله وكذلك الآلية التي عبدتموها من دون الله جل وعلا وكل معبد مع الله فهو دون الله إذن مما تعبدون من دون الله أي مما تعبدون غير الله لأنهم كانوا يعبدون الله ويعبدون معه غيره كفرنا لكم وبما أنتم عليه وبدى بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا يعني لا ليس هناك أي نوع من أنواع اللقاء إلا حتى تؤمنوا بالله وحده هو هذا فقط الذي تنتهي به العداوة والبغضاء التي بيننا وبين الكفار حتى تؤمنوا بالله وحده هنا تكون الأسوة وحيتبين لك لماذا يعني يفصل الله جل وعلا في ذلك لكن إبراهيم عليه السلام كان يوجو إيمان أبيه فكان يستغفر له فلم يزل إبراهيم عليه السلام يستغفر لأبيه نعم حتى تبين له أنه عدو لله إذا قال عز وجل وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه كان يرجو إتيانه للإيمان ويرجو توبته إلا عن موعدة وعدها فلما تبين له أنه عدو لله تضرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم فكان بعض الصحابة كان يقتدي بإبراهيم عليه السلام في إيه في استغفاره لأبيه فكانوا يستغفرون لأبيه ممن ماتوا على الشرك ولذا نزل قول الله جل وعلا ما كان للنبي والذين معه أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربة من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه هنا لما كانوا الصحابة يستغفرون لآبئين ممن ماتوا على الشرك وقربتهم فهنا كانوا يقتدون بمن إبراهيم فقال هنا قد كانت لكم أصوة حسنة في إبراهيم والذين معه في البراءة والعداوة بينه وبين الكافرين إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء هنا ده هنا إلا دي معناها يعني لا يجوز هنا الإسوة في هذا لأنه استغفر له يعني لموعدة وعدها إياه فكان يستغفر له كان يظن أنه سيأوب وسيعود وسيتوب فلما تبين له أنه عدوه لا تبين منك قال إلا قول إبراهيم لأبيه لا أستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء يعني هنا في هذه هذه ليس فيها أسوة لماذا؟ لأن إبراهيم عليه السلام إنما فعل ذلك لأنه كان يرجو توبة به فلما تبين له أنه عدوه لليه تبرأ منه وذلك بيّن الله وجل أن حتى لا تختلط الأمور على الناس هنا تقتضي إلا في هذه قولة إلا في هذه مقالة إلا قول إبراهيم لأبيه يعني هنا ليس هناك أسوة في هذا لأن علمنا بأنه يعني راجع عن ذلك الخليل عليه الصلاة والسلام إلا قول إبراهيم لأبيه لا أستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ولما حيترتب بقى ولما يترتب على المفاصلة مع المشركين ومع أهل الكفر ودائما وفي كل عصر الغلب المين في كل عصر الكسر الكفر وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله حتى في زمن النبي السلام الكسر وكاتل مين الكفر النبي السلام ما غزى غزات نقطه وعدده أكثر من الكفر فإذن حيترتب على هذه المفاصلة نوع من إيه نوع من الدرع ونوع من الابتلاء ونوع من العداوة فالذي قال أربنا عليك توكلنا يبقى أن في هذه الحالة توكلوا على الله جل وعلا في أن يكفيكم ما سيصيبكم من جراء هذه البراءة من الكافرين ربنا عليك توكلنا والتوكل على الله عز وجل ومن يتوكل على الله فهو حسبه والتوكل هنا لحفظ الدين وللشبات على الإيمان وللكفاية من الكافرين وللحفظ منهم ربنا عليك توكلنا وإليك أنابنا والإنابة لله عز وجل وهذا من أعظم مشروعات العم والإنابة ذكرها الله عز وجل حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب أوفزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذذيتي إني تبت إليك وإني من المسلمين في يعني يشرع في هذا السن أن يكون للعبد إنابة لله عز وجل وأن يكون هذا حد فاصل ما بين قبله وبين ما بعده لأن الذي بعد ليس كالذي قبله ربنا عليك توكلنا وإليك أنابنا وإليك المصير يا أيها الإنسان إنك كادح إلى رب كادحا فملاقي وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا هنا الخبر ده يراد به الأمر يعني الله جل وعلا هنا الخبر ده ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا هذا خبر يراد به أن الله جل يأمر عباده أن يدعوه بهذا الدعاء ألا يجعلهم فتنة للذين كفروا وألا يجعلهم فتنة للذين كفروا على معنيين إما أنه لا يهزمون أمامه ويغلبون أمامهم وبالتالي يعني يترطب على ذلك ثبت هؤلاء على كفر يقول لو كانوا هؤلاء مؤمنين من يعمل من تصورنا عليه ولذلك لما أبو سفيان يعني لما حصلت الهزيمة في وحد قال أعلى وبل انتصروا فإما يعني لا تقدر لهم غلبة علينا فيكون ذلك فتنة لنا أو المعنى ألا تعذبنا وتنزل بنا من العقوبات ما يجعلنا فتنة لهؤلاء فيصدون عن الدين ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا وتدعاء وتشريع عام للمؤمنين يدعو به في كل زمان ومكان واغفر لنا ربنا ما بدر من ذنوبنا وما كان منا من تقصير ومن جناية واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم العزيز الذي لا يغالب ولا يمانع الحكيم الذي أحكم كل شيء وأتقن كل شيء واسم الله العزيز يتضمن إثبات صفة العزة لله سبحانه وتعالى واسم الله الحكيم يتضمن كذلك إثبات صفة الحكمة لله عز وجل وهذا يدلك على أن الله جل وعلا لا يفعل شيئا عبسا وإنما أفعله جميعا تصدر عن حكمة بالغة لقد كان لكم فيهم أصوة حسنة يعودوا للسياق مرة ثانية للتأكيد على أمر التأسي بخليل الرحمن عليه الصلاة والسلام لقد كان لكم فيهم أصوة حسنة في المولاة لأهل الإيمان والبراءة من الكف ومن النفاق وقد نزل عليكم أن إذا سمعتم آيات الله يكفروا بها ويستهزوا بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم لو جال السموهم على ما هم عليه من الكفر ومن الاستهزاء والتكذيب ومن المعادة لدين الله جل وعلا ولي شريعته ها سيكونون منهم نعم لقد كان لكم فيهم أصوة حسنة يعني أمر التأسي بخليل الرحمن عليه الصلاة والسلام كان أمرا ثابتا يعني كان لابد أن أن تتذكروا لقد كان لكم فيهم أصوة حسنة ومن يتأسى بهذا هو سفته لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولى ومن يتولى التولى بمعنى الإعراض ومن يتولى عن العمل بما أنزل الله عز وجل وبما حكم وبما أمر ومن يتولى والمفعول محزوف إن مقصود تولي الإعراض عن العمل بما أنزل الله فإن الله هو الغني والحميد يعني الله عز وجل لم يخلق عباده استكثارا بهم لم يخلقهم ليتقوى بهم من ضعف ولا ليتكثر بهم من قلة ومن يتولى فإن الله هو الغني وهذا اسم الله الغني سفته سبحانه وتعالى الذي كتكمل في غناء فلا يفتقع لأحد سواه فلا يفتقع لأحد وكل ما سواه مفتقع إليه يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد فكما الغنى وصف له ذاتي كذا الفقر وصف لنا ذاتي فالغنى وصف لله سبحانه وتعالى لذات الله عز وجل هو الغني كمل في غناء لا يفتقع إلى شيء الحي القيوم الذي قام بنفسه وأقام جميع مخلوقاته فإنه من يتولى فإن الله هو الغني الحميد غني عنكم وعن طاعتكم يا عبادي لو أن إنسكم وجنكم أولكم وأخركم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا ولو أن أولكم وأخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجار قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا فإن الله هو الغني والحميد والحميد فعيل بمعنى مفعول أي المحمود سبحانه وتعالى يحمد على خصاله وعلى صفاته وعلى نعمه على عباده وعلى أمره ونهيه وعلى قضائه وقدره وعلى حكمته وتشريعه ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة وهنا التشريع ده بعض هنا سيجلل العز وللعباده بعضا من أسرار التشريع إن العداوة هذه مع الكفار والتبرؤ منهم والمفصلة معهم والمفصلة معهم هي من أعظم أسباب لو كان هناك سبب يقودهم إلى الإيمان فهذا السبب عسى الله أن يجعل بينكم وبين أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة فيطوب الله عليه لأن السبات على العقيدة والاعتصام بها نور يتلألأ في أعين الإعداء ولذلك الكفار لما يجد رجلا بيحتمم دينه واحتمم يعني يعني القيم والأخلاق التي يؤمن بها يحترموه تعرف أبره لما جاء أبو طالب لما جاء عبد المطالب وعبد المطالب كان رجلا مهيبا فلما فلما رأاه أبره رأاه أجلالة رجلا المهيب فألسه بجواره فلما كلموا عبد المطالب كلموا فين لم يكلموا في البيت كلموا فين في الإبل فتحت أبره قال رأيتك فأجللتك وجئت تكلمني على الإبل وطركت البيت الذي تعظمه أنت وأباؤك فقال عبد المطالب أما أن للبيت ربا يحميه شاهد شاهد أن السبات على العقيدة والتمسك بها نور يتلقل في أعين الأعداء فالنور ده بيحطمهم السبات ده بيحطم ما هم عليه من الكفور ذيك الله جل حرم حرم التولي وم الزحف يا أيها الذين أمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا هو قال هزمه لا فلا تولوهم الأطبار حتى ينفهم من هزيمة إنه هزم ده يوليهم دبرة فلا تولوهم الأطبار ومن يوليهم يوميا الدبرة أولا متحريفا لقتل أو متحيزا إلى فئة فقد بقى بغضب من الله هم أور جهنم ومئس المصير ليه لأنك لما حدفل منه يعمل ليه زيما زيما أين الجنة وأين الشهادة التي أنتم حرصون عليها عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة وعسى في القرآن واجبة والله قدير على ذلك وألف بين قلوبكم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم إنه عزيز حكيم يعني الذي يقل بقلوب ويتولاها نعم يجمع بين المتضضات هو الله والله قدير والله رفور رحيم لما مضر منكم من التولي ومن الإساءة رحيم بكم في هذه التشعيعات لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبضوهم وتقصطوا إليهم إن الله يحب المقصط فيبين الله جل على أن ما أمر به وشرع من البراءة من الكفر والكافرين لا تتعارض مع البر والإحسان للكفار الذين لا يحملون علينا السلاح وليبارزون بالعداوة حتى لا يفهم منها ذلك إذا قال قد يفهم من هذا من هذه المفصلة وهذا إنها لكل كافر وهذا معنى أيضا يعني لا تبر ولا تعدل معه فقال جل وعلا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أو يعاونوا على إخراجكم أن تبروهم وتقصطوا إليهم لا ينها الله جل وعلا عن البر بمثل هؤلاء الذين هذه صفتهم وهذا هو الكافر غير المحارب الكافر غير المحارب أن تبروهم وتقصطوا إليهم والبر معناه الإحسان إن الله كتب الإحسان على كل شيء كما في الحديث الزرور مسلم في صحيح أن تبروهم وتقصطوا إليهم والقص هنا معنى العدل ومضمن كذلك الإحسان إليهم أيضا وتقصطوا إليهم فضمن معنى العدل معنى الإحسان وتقصطوا إليهم يعني وتحسنوا إليهم وفي الحديث الذي هو مسلم في صحيحه المقصطون على منابر من نور يوم القيامة عن يمين العرش الذين يعدلون في أهليهم الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا وهو مسلم الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا يعني الذين يعدلون في كل شيء هؤلاء هم المقصطون هؤلاء هم المقصطون إن الله وأقصطوا إن الله يحب المقصطين في سورة يعني الحجرات في غيرها وهنا وتقصطوا إليهم إن الله يحب المقصطين إنما ينهاكم الله وهنا في هذا الحديث هنا في هذه الآية يابو الإمام أحمد ومسلم وغيره أن أسماء بنت أبي بك رضي الله عنه قدمت أمها وهي مشركة فقالت يا رسول الله إن أمي قدمت وهي راغبة أي راغبة يعني يعني راغبة عن الشريعة يعني كارهة لها وكارهة للإيمان أفأصيرها قال صلي أمك قال صلي أمك فهنا السنة توافق القرآن وتؤكد المعنى أن تبروهم وتقصطوا إليهم إن الله يحب المقصطين إنما ينهاكم الله وهذا أصلب حصر عن الذين قاتلوكم في الدين القتال هنا قتال في الدين يعني يعني قتال يعني عداوة وقتال حتى يخرجوكم عن الدين وقاتلوكم لأجل دينكم إنما إنهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظهروا وظهروا على إخراجكم أن تولوهم يبقى النهي هنا منصب عن إيه منصب عن موالات من هذه صفتهم الذين قاتلوكم في الدين أي لأجل الدين وأخرجوكم من دياركم وظهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون من تولى أي هؤلاء ومن يتولهم منكم فإنه منهم إذا قال أجل الله ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون نعم ولذلك كيف تولوهم وهم يعادونكم وأخرجوكم من دياركم يعقلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظهروا على إخراجكم ثم على ذلك تتولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون ولذلك حزب النفق دائما صفته هكذا العدوة ليس يعني للأشخاص العدوة للدين اللي بيحصل الذي يحدث الآن في مصر هم ضربه والتخريب وهذا الذي كان كانوا يتهموننا به هم والسياحة اللي هم كانوا بتشدقون بها والآن بيهجم على الفنادق وتقطع الطرق والمواصلات وتخريب اللي بيحصل ده لماذا كل هذا التخريب وأغلب هؤلاء مدفوع مدفوع لهم يا الأجر مقدما مستأجرون أغلبهم مستأجر لا يمكن أبدا تجد رجلا يحب بلده عنده أدنى انتماء لبلده وطنه التي نشأ فيها وترعرع فيها وشرب من مياهها وترب في هوائها إلا يكون في قلبه يعني في محبة لهذا البلد فلما تتحول فيدمر ويخرب ويعني ويقطع الطرق ويهدم مواصلات ويهدم المنشآت التي هي ملك للمسلمين ويعتد حتى على القصر في أسد ده رمز هيبة الدولة ده بيت الكل المصريين يعني القصر ده بيت لكل المصريين وإهانة لجميع المصريين إهانة للملايين لأنهم انتخبوا هذا الرجل فإهانة هذا الرجل الرئيس اللي هو الناس يعني وضعوا فيه ياتيقاتهم إهانة لجميع إهانة لكل فالكلام والتخيب ده لي بقى العدوة لا لشيء إلا للدين والله هو إياك النازية لها النايب العام ولا النايب الخاص ولا هذه الأمور لا ولا إخوان ولا السلفيين ولو كان السلفيين كانوا يعادوهم أشد المعادرة أيضا المشكلة هو أن التجربة الإسلامية دي لا يراض لها النجاح في هذه البلاد لأنه يخشون يخشون نصف ليست بلدا يعني الثورة جاءت رغم أنوفهم أرغمت أنوفهم وهؤلاء حتى تعلم هؤلاء انظر كده تاريخ هؤلاء مين منهم مثلا اللي كله تاريخ مثلا في الدفاع عن قضية من قضايا الحريات ولا كان فيه بدافع عن وطنه ولا دافع عن دينه هتجد أن هؤلاء منهم المغموس عليه في النفاق ومنهم الموالي والكارث لدينه والمحب لما عليه الكفر ومنهم الذي تتوق نفسه اللي هو يعني تتوق نفسه للرئاسة ونحن وحقه بالملك منه ولم يؤتى ساعة من المال مثل الساعة التي عندهم العداوة أصيلة ولذلك الجلوس مع هؤلاء مع الأسف والله الله العظيم مع الأسف تعرفوا الناس دي جلسوا مع الأسف ووثيق على نفس العنف هي الناس يلتزمون بشيء هي الناس لهم عاد جلسوا يوم قبلها بيوم وشوفوا ونصروا يوم الثاني وهم دعوا إلى الاتحادية سبحان الله يعني الأمور لأنها معذرة يعني أخلاق الرجال أخلاق الرجال نفسها المرؤة المرؤة التي كانت عند قريش المرؤة هذه المرؤة يعني يعني مرؤة الإنسان خليك من دينه لكن ليس هناك مرؤة أخلاق حتى أي خلق مستعين بعدين يعني هؤلاء ما لهمش يعني هما الآن الحمد لله انت تفكر الناس لي لائحة في الشرع هؤلاء لو كان يعني هو لما يطلب الآن بيقالة الحكومة طب هو أصلا لكم بقي شهر ونصف دا لو يشكل الحكومة مش يكون أقل من شق دا في حجمات بتشكل في أكثر من أربعة أشهر نعم ومالي مشكلة عندهم هو يخشى هو عارف ان هو بفضل الله يعني مهزوم ومغلوب فهو همه الآن قال لنصل حتى يعني سبحان الله رضينا بالهم والهم يعني يعني لم يارض بينا وإحنا كنا رضيين بهؤلاء ولا رضيين بما علي هؤلاء طب إحنا ارتضينا ارتضينا من باب الموازنة بين المصالح ومفاس ودفع عظم مفسلتين ولو بتركيب أدنهما وتعظيم أعظم مصلحتين ولو بتوفيط أدنهما ارتضينا بالهم ده بالهم وسبحان الله يعني يعني الجماعة الإسلامية كادم بتحمل السلاح في وما يطلع لك بلاك بلوك بلاك بلوك مين يا عم أنت بلاك بلوك إيه بلاك بلوك إيه هي نازية يعني غضتها أنفسها الناس دي فعلا اختبروا جدا والله الناس دي فعلا اختبروا بنا وهم الله العظيم لا طاقة لهم بشيء يعني أفواد قلائل هم كفروا بكل هؤلاء بس الناس دي غلابة يعني مسأكين يعني اللهم مستعان خبني اهديهم الله اهدينا وإياهم الله يا أيها الذين أمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوننا إلى الكفار والآية هذه يا أيها الذين أمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن وهنا هذه في المرأة جاءت الأنسة تزيلت في المرأة المهاجرة معم التي هاجرت وهاجر من نساء من نساء قريش يعني يعملن بالله جل وعلا فذهبت قريش تطالب بهؤلاء فنزل القرآن هنا يخصص السنة في صلح الحديبية على قول البعض من أهل العلم والبعض الأخر يقول لا صلح الحديبية لم يكن يهم النساء يخص النساء وإنما كان يخص فقط الرجال على كل حال نزل القرآن فاصلا في هذه المسألة يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن وهذا هو أصل يعني الموضوع الأصيل في موضوعات هذه الصورة والتي سمعت الصورة باسمه فامتحنوهن فامتحنوهن تمتحن المرأة المهاجرة أنها خرجت رغبة لله عز وعلا وفيما عند رسول الله وفي رغبة لله جل وعلا ونصرة يلدينه ولا لأنها كيهت زوجا ولا يعني أرادت دنيا فتمتحن على ذلك فامتحنوهن مجرد تسأل عن ذلك ويتبين منها صدقها الله أعلم بإيمانهن والله عز العالم يعني بما يعني طوط عليه بما يعني 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 بأهل الإيمان من غيرهن والله أعلم بإيمانهن فإن عالمتموهن مؤمنات يعني تيقنتم أنهن مؤمنات وأنهم خرجنا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم فلا ترجعهن إلى الكفار لماذا لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم وقبل هذه الآية كان المسلمة كانت ممكن تتزوج من الكافر ولذلك زينم ابنة النبي صلى الله عليه وسلم كان متزوجا من 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 أب العاص ابن الربيع الذي أسر أسر في بد فأرسلت له زينب رضي الله عنه وزينب كانت مسلمة فأرسلت له قلادة كانت أحداتها لها خديجة فلما رأى النبي عليه وسلم قلادة خديجة رضي الله عنه رق لها رقة شديدة وقال الأصحاب إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرة ففعل الصحابة رضي الله عنهم والنبي السلام أطلقه على أن يسل إليه ابنته فوفى أب العاص ابن الربيع ولما أسلم بعد ذلك أرد إليه ابنته بالنكاح الأول لا هن حلوا لهم ولهم يحلون لهن وهذه الآية أيضا كانت وكان عم رضي الله عنه وغيره من الصحابة كان لهن يعني أزواج يعني مشركات فطلق الموقتين عم رضي الله عنه كان مشركتين في مكة لم يهاجر معه معهم لهم حلوا لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا آتوا من آتوا أزواج النساء المؤمنات التي هاجرنا مع زوجها كان أصدقها وآتوهم ما أنفقوا أي رضوا الصدق لأزواجهن الذين أنفقنا أنفقوا عليهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن طبعا ياب الشروط بعد أن تستبرئ وكذلك الولي يكون طب ومن لا ولي لها الحاكم السلطان ولي ما لا ولي له ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر والكوافر جمع كافرة مثل الخوالف جمع خالفة التي خلفها زوجها وخرج للجهاد ولا تمسكوا بعصم الكوافر وهنا عمر رضي طلق امرأتين فتزوج إحدهما معاوية ابن أبي سفيان وتزوج الأخرى أمية ابن خلف ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا والصداقة الكافرة التي هي زوجة قبل هذا لأحد المسلمين هو يسأل الكفار صدقها واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا وكذلك أزواج المشركون الذين هاجرت أزواجهم وليسألوا ما أنفقوا زالكم حكم الله انظر سبحان الله حكمة الله سبحانه وتعالى حتى لو كان هؤلاء مشركين وآتوهم ما أنفقوا واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا المسألة فينا عدلة وكذلك أحكام الله عز وجل فالشيعة عدل كلها ورحمة كلها ومصلحة كلها ذلك حكم الله وهكذا أحكام الله عز وجل نعم يحكم بينكم مين اللي بيحكم والله يحكم لا معقب لحكمه ولا يشرك في حكمه أحدا ذلك حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم عليم بما يصلحكم وما يصلح أحوالكم ودنياكم وأخراكم حكيم شرع لكم هذه الأحكام اللي تحفظ عليكم الدين والدنيا وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفاء وطبعا لما نزلت الآية الصحابة عملوا إيه التزموا ما أمرهم الله جل وعلا به فدفعوا إيه الصداق لأزواج المهاجرات وأما الكفاء فلهم يفعلوا لم يعطوا المسلمين شيئا يعني عمر لما طلق المعاتين لم يأخذ منهم لم يدفعوا شيئا فقال جل وعلا وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفاء الذين تركتوا بالكفرات المؤمن اللي هو ترك طلق زوجته الكافرة وتركها فكان يجري أن يأخذ استضاقها ولكن لم يدفعوا له فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا ولما يكون فيه ما الغنيمة يغنى من هؤلاء الكفار يأخذ من الغنيمة ويعطى من ويعطى فاعقبتم فعاقبتم كانت فيه غنيمة غنمتموها فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا من المؤمنين كعمر رضي الله عنه حين ترك المرأتين فآتوا الذين ذهبت أزواجهم يعني ذهبت أزواجهم مشركات نعم مثل ما أنفقوا الصداقة الذي أنفقوا عليهم أزواجهم المؤمنين فهمنا المسألة الآيات دي من أكثر الآيات مشكلة لا يتشكل عن الناس لا يفهمون معانيها ليه لكثرة الضمائر والاختلاف مرد الضمائر يبقى فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا المقصود بمن المؤمنين الذين تركوا أزواجهم من الكافرات ولم يدفع الكفار لهم الصدق واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون اتقوا الله ويعني خافوه في التزام ما أمركم الله جل وعلا به من الأحكام والانتهاء عما نهاكم عنه من النواهي ثم ختام هذه الصورة العظيمة المباركة يا أيها النبي وأنت ترى الله لم يخاطب نبيه صلى وسلم باسمه قط يا أيها النبي يا أيها الرسول وإذا من الأدب الذي أدبنا الله جل وعلا به لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا أدب إذا كان الله جلال لا يخاطب إلا بذلك أما الكفار كان يقول يا محمد لكن الله لم يخاطب باسمه وإنما خاطب يا أيها النبي يا أيها الرسول يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايع نك على ألا يشركن بالله شيئا وهذا إذا جاءك المؤمنات يبايع نك المؤمنة التي هجر بح تبايع تبايع على الدين إذا جاءك المؤمنات يبايع نك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرق من أموال الناس والمبايع تنساء بتكون على هذا والنبي السلام بايع رجال كما في حديث عبادة بن الصامت عند البخير بايعهم على ذلك أيضا نعم إذا جاءك المؤمنات يبايع نك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرق ولا يزنين ولما جاءت فاطمة بنت عد والنبي السلام تلع علي هذه الآيات فوضعت يادها على رأسها حياء حياء تعجب أو تزن الحظة فأعجب النبي السلام من فعلها عجب النبي السلام من فعلها ومن حيائها وضعت يدها على يعني رأسي حياء يعني يعني الحب تزنين ولا يزنين فعيشة أودانا قالت بيعي على هذا فكلنا بيعنا على ذلك فباعت ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن وقتل الولد كما كانت الجاهلية تقتل ولدها تقتل أولاد من إملاق أو خشية إملاق ويشمل أيضا قتل الولد وهو جنين في بطنها وكثير من النساء يقتلن أولادهن ولا يقتلن أولادهن ولا يأتينا ببهتان كذب وزور يفترينه بين أيديهن وأرجلهن يعني تلحق بزوجها ما ليس منه في نسبه ولا يعصينك في معروف وفي حريص أم عاطية رضي الله عنها عند مسلم في صيحه قال إن مما أخذ عليهن بالسلم من المعروف ألا ننوح أن أخذ عليهن من المعروف الذي يعني ينأمر بين النساء النهي عن النياحة أخذ عليهن العهد بذلك ولا يعصينك في معروف المقصود أنه حديث مسلم بيّن أن من المعروف الذي أخذ أخذهن بالسلم على نساء عدم من نياحة ونزل المرأة قبرت يدها نعم قالت إن المرأة كانت أسعدتني يعني في الجاهلية ف ذهبت وأسعدتها ثم رجعت أسعدت يعني كان من عدل نساء الجاهلية لما يكون في نياحة عند فلانة تطلع فلانة معها تسعدها يعني تنوح معها فالمرأة كان عندها دين من المرأة فراحت والنبي السلام لم يقل لها شيئا فذهبت المرأة وأسعدتها ثم جاءت فبايعت ولا يعصينك في معروف والنبي السلام يقول أن نائحة إذا لم تتب يعني قبل موتها تقام يوم قيام عليها سلبال من قطوان ودرع من جرب صلى الله والعافية في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة نعم أن نائحة إذا لم تتب تقام يوم قيام عليها سلبال من قطوان يعني بن طال من قطوان ودرع من جرب القميص من جرب صلى الله والعافية ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله ولما النبي السلام بايع النساء فبسطت هند من تعود بيدها فقفض النبي السلام يده وقال إني لا أصافح النساء وقالت عيشة رضي الله فلا والله ما يقول كانت 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 نبي السلام يبايعهن كلاما ولا والله ما مست يد رسول الله صلى الله وسلم يد مرأة قط الله أكبر وقال في رسول الله رسول الله أصفة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا فبايعهن واستغفر لهن الله فأمر الله جل وعن نبي السلام أن يبايع النساء على هذا وبايع أيضا الرجال كما في حديث عبادة بن الصامت على هذا أيضا قال فمن وفى منكم فأجرهن على الله ومن أصب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كثارة له ومن أصب من ذلك شيئا فستطره الله فأمره إلى الله إن شاء عقبه وإن شاء عفى عنه إذن البيعة هذه على الرجال وعلى النساء ختام الصورة يعود آخر الصورة مؤيدا لمضمونها ولأوائلها فينتظم الأواخ مع الأوائل يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم أشمل يهود أشمل النصار أشمل الكفار جميعا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم لا تتولوهم بالنصرة وبالدعاء وبالمتابعة وبالميل قد يأسوا من الآخرة كما يأس الكفار من أصحاب القبور وفي معورنا في قول كما يأس الكفار من أصحاب القبور معنيان كما يأس قد يأسوا من الأخيرة يعني هؤلاء الذين تتولون قد يأسوا من الأخيرة أن يكون لهم شيء في الأخيرة كما يأس الكفار من أصحاب القبور أن يحييهم الله عز وجل بعد موتهم بسبب كمس من أصحاب الكفر موت بسبب الكفر أو كما يأس الكفار من أصحاب القبور من أي خير لهم فيكوننا من أصحاب القبور صفة للمين صفة الكفار كما يأس الكفار من أصحاب القبور يأسوا أن يكون لهم خير في الآخرة حينما عاينوا ورأوا منازلة ورأوا منازلهم في الجحيم كما يأس الكفار قد يأسوا من الآخرة هؤلاء المغضوب عليهم هؤلاء قد يأسوا أن يكون لهم خير في الآخرة كما يأس الكفار من أصحاب القبور فتكون من أصحاب القبور صفة للكفار أنهم حينما عاينوا ما عده الله عز وجل لهم في القبور من العذاب فأيسوا من أي خير لهم في الآخرة كما يأس الكفار من أصحاب القبور وهذا آخر هذه الصورة العظيمة المباركة والحمد لله رب العالمين على التمام والكمال صلى الله وسلم وبرك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين